للصراحة هلا بسنة 2020 صار الوضع تمام وفلوا الفل بالنسبة للجيمينج يا شباب هلا صار عندك شي جديد انك انت ما هتحتاج بي سي منيح وما هتحتاج بينج ما هتحتاج مواصفات عالية لتحترف وتصير من اللاعبين الكمبيتاتف العاليين يلا هصيروا يربحوا بطولات وجوائز عليهم بالملايين هلا في اختراعات جديدة بيعلم الجيمينج نازلة هيك وهبدات جديدة طبعا في بعض مننا قديم في بعض مننا جديد صلوا الخبر يوم نازل معنا اول شي معنا البايك اللي هي زارة امامكم خلص هلا انت صار عندك بايك جيمينج يعني بتقدر تركبها وبتلعب بالجيم وصير وضعك محترف وفي عندك محليلة اللي هي باسم الرسبون اللي انت بتحطها بشوية ماي بتصير يشراود التاني وفي عندك مسكة او قمة اللي بيقولوا عليها كمان بتاكل واحدة بس بكل جيم بتلعبه بتجيب المركز الاول وبتاخد البطولة بشكل اساسي جدا لو حتى بينجها كان قل انا هذا الشي بضمن لكم يا من عندي اختراعات جديدة بسنة 2020 واخر اختراع معنا اللي هو الفيزالجيمينج الفيزالجيمينج يا شباب هذا الاختراع خرافي جدا يعني بتحطوه باللأبة بتربح الجيم وبيعطوك عليه المصاري بدون ما تعمل اي شي يعني بتلعب على بنج مليون و بتلعب انت مغمضو عيونك الاختراعات صائلة جدا حلوة فانا الان شاء الله بهذا الفيديو لحقيركم الاختراعات الجيمينج اللي صارة معنا واي شي عم يعلو لك يلا جيمينج تعو نشتري جيمينج ناخد جيمينج ونروح جيمينج وحطوا لايك مشان الجيمينج وهلا والله بسكان الطابة الارضية وجيمينج جديد طبعا كلمة جيمينج هي صارة على اي شي عم تنحط يعني انا اول ما بلشت بمجال الجيم والقصص هي كنت مثلا اكتوب كيبورد جيمينج ماوس جيمينج اي شي جيمينج تيشيرت جيمينج يعني هون لو نصة الدرجة موضوع الجيمينج يا شباب صار بها الفترة هي على اي شي عم يصير طبعا شركة نيفيدي عم تنزل كرت شاشة RTX 3090 و 3070 والارقام الخرافية هي باسعار كتير حلوة اكتر ونزلت بايك باسم AMD بايك فهو الموضوع كتير حلوة ممكن تصير انك انت تلعب عليها انت وحطة مثلا مثل مزارع امامكم بالصورة والوضع تمام يعني تلعب مثلا فورتنايت فالورينت بابجي اي العاب كمبترة في جديدة وخاصة اللي لعبة امونج اس بطلع حلوة كتير طبعا هاي البايك متوفرة حاليا بلدرك تشتريه من متجر امازون وبكل مكان انا طبعا ما امسوي على شي او احكي على اي شي طبعا بس احنا هم نحكي الفين وعشرين شو هم تورجيك اختراعات هاد اقدم اختراع بالنسبة للشيل جيمينج اللي معنا بهذا الفيديو خلا انتقل للشيل جيمينج الاكتر واكتر بقى رايزر تنزلت شي باسم المشروب اللي هو باسم الريسبون هاد الشي يا شباب منت المزارع امامكم بتحطه بمي بتحلو كأنك عم تشرب بيت بول وبتشربه خلاص الجيم الى يعني ان شاء الله تكون عم تلعب بابجي مسلا على بنج مليون وهي اللي ضدك بنجو خمسة ايزي 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 انتل حتجيب الجيم طول ما بتشرب هذا المحلول وضعك تمام هاي السنة تبع الفين وعشرين طبعا شفنا اختراعات كتير ولسه في اختراعات اكتر واكتر جايكم بعالم الجيمينج او بين قوسين شيل جيمينج هذا بقى مشروب الريسبون بيعطوك معه هاي اللي ظهر امامك الرضاعة مدريش بقوله عليها عنكم وبغدكم يعني اللي هو هذا امامكم ظاهر بتحط معه على ظرف واحد مع كاستين ماي بتحلو بتشرب والجيم اليك مبروكة عليك الكمبتاتف والعاب الاف بي اس صارت بالجيم هلا بقى الاختراع الاقوى والافضل اللي هو اللي حيخليك فعلا تلعب اي شي بحياتك تشوفه وتجيب اي جيم تعمل اي شي بالداكياب طبعا الجم اللي ظهر امامكم هاي الجم يا شباب هاي السطح كتير بالنسبة من ريزر نزلت هاي الجم من فترة نزلت على السوشيال ميديا والاماكن هاي وهلا بتقدر تطلبها من امازون يعني لو انت كتبت على امازون جم ريزر بيطلع لك الوضع ايزي وموضوع سهل جدا طبعا هاي الجم يا شباب بتنبع ب 2 دولار او 3 دولار يعني بما معناه لل 15 قطع وبتنبع 28 دولار لل 10 قطع اللي كبار فالموضوع سهل جدا ورخيص اللي احنا في 2020 طبعا بتخليك فوكاس وين ومدري شو حطينا عليها صراحة هاي حلوة كتير ولما بيقلولك بالوصف طبع على هاي الجم بيقلولك انه هاي الجم تم اختراعه او تم تحليله من قبل مصممين مدري شو جيمينج ومن قبل اختبارات ومختبرات جيمينج ومن قبل تحليل جيمينج لازم بكل شغلة تلاقي كلمة جيمينج اخر شي يعني مسلا لما بيقلولك انه اخدوه وصنعوه بمصنع لازم بعدم منه جيمينج لما غلفوه بمكان التغليف بعدم منه طبعا جيمينج هيك طبعا اللي احنا بنعرف انه هاي الشغلة جيمينج ولها تساعدك لو انت بتلعب باي شي بتضيق تلي بالتعليقات كم مرة قلت جيمينج وبتربح صندوشة فلافل فالموضوع يا شباب كتير كتير صعب حاليا بقى هلا معنا اخر اختراع بالنسبة لعالم الجيمينج يلي هي فيزة تريزر يا شباب هاي الفيزة اليوم نزيت بتاريخ هذا الفيديو هاي الفيزة سهلة جدا كان عليك انك انت تروح تقدم عليها وبتاخد فيزة متى متى الفيزة العادية اللي انت بتعرفها او اللي كل الناس بتعامل فيها لحنا كبشر نتعامل فيها ولكن انت لو من فئة الجيمينج في عندك شي جديدا لحاليا لو انت ما بتلعب وما لك بالقصص وما بتملك هاي الفيزة ما بتقول لحالة الجيمينج خلص انت برات عالم الجيمينج روح مثلا نقشر بطاطا عميل اي شي هلا معنا الشي الجديدي اللي هو الريزر فيزة هي الفيزة يا شباب يشر الاقتراع الجديدي اللي انزل اليوم بتاريخ سبعة عشرة الفين واشري هذا الاختراع يا شباب سهل جدا وبسيط بتروح بتقدم ع فيزة تاخده مرسوم عليها الشعار ريزر وبتضوي باللؤ الاخضر.. تتا بس هذا هو الموضوع هيك اللي احنا اللقفتنا بعالم الجيميك لا نجد شيروا المصخر عجنب تم اختراع اليوم من شركة ريزر ريزر كارد هذا الكارد يا شباب بتاخده بتروح بتقدم عليه بتحط عليه رصيد بنك او هو ع نفس حسابك البنكي كله اللي بيختلف عليك عن الفيزة العادية انه هنون بيعطوك ياها بس لونه اسود وعليها ضو اخضر فعليا بس هذا هو الاختلاف كله اللي بيصير معنا ولكن نزت بتحت اسم الجيميك يعني لو اي حدا جيميك ما معاياها فانت مو من عالم الجيميك بعد ازنك طلع بالرغة الفيديو بس هات نسى تحط لايك طبعا لو حابين تقدموا عليها مثلا الليك موجود امامكم بتفوتو ريزر كارد والقصص هي بتروح بتقدم عليها وبتشتري وبتاخد ومهم انهن حطيلك صورة موبايلة عليه جيم وبعد منها لابدوا نسيروا يحطولك العاب وما العاب وقصص هي طبعا الموضوع 2020 عم بتقدم اكتر واكتر واحلى اختراع انا عجبني اللي هي البايك تبع اي ام دي ارتي اكس عم يتقدم امامنا ونيفيديا عم تصرع الدنيا بكروت كارت الشاشة تبعها واخر شي ام دي نزلت بايك الحمد لله الوضع حلو كتير وبسيط وايزي يعني عم نتسابق لحنا مو مشان نتسابق مشان ننزل شي الافضل ككروت شاشة عم نتسابق بالهواء الطلق بتمنى نكون عجبكم هذا المقطع وبنت تحت بالتعليقات تكتبوا لي شو اكتر اختراع جيمينج عجبكم يا لعبين الجيمينج او ازا انت ما لك جيمينج طلع من الفيديو حط لايك ولكن خليك جيمينج وروح اشتري هالشغلات كلها لو انت بتلعب فورتنايت فوت شايك عن محتوى طبع فورتنايت عندي محتوى كتير بالنسبة لفورتنايت وقد دعم بالقاء تمشوا بني متسعة فورتنايت وحاط لدي عني شفو بتلعب فورتنايت شكرا لكم يا شباب وبراعاة الله اشتركوا في القناة